لولك كنت أباءً يا رب أو فاسقاً أو شقياً والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من عقيدتنا نتكلم فيها عن أصل ثالث من أصول الإيمان تكلمنا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعن الإيمان بالملائكة الأصل الثالث هو الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على أنبيائه وعلى رسله فهذا أصل من أصول إيمان وأصل من أصول عقيدة المسلم قال سبحانه وتعالى قولوا آمنا يخاطب المؤمنين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ثم بيّن الله سبحانه وتعالى ضلال من يؤمن بكتاب ولا يؤمن بآخر أو من لم يؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى ومن لم يؤمن بأصول الإيمان التي اجتمع عليها الأنبياء جميعا فقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا القرآن كلمنا عن كتب الله سبحانه وتعالى وذكر لنا كتبا على وجه التحديد وهناك كتب لم يذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى فنؤمن بما ذكره الله سبحانه وتعالى تحديدا ومن ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الكتاب الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المعجزة الخالدة الكتاب الذي هو المهيم على الكتب الأخرى قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فالقرآن جاء مصدقا بما جاء من أنبياء الله سبحانه وتعالى ومصدقا بالكتب التي أنزلت على أنبياء الله قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ومهيمنا عليه أي أنه يبين ويوضع ما فيها من حق وما دخلها من تحريف وما دخلها من زيادة وما دخلها من نقص فالقرآن كشف لنا كيف حرفوا الكتب عن مواضعها وبين لنا أنواعا من التحريفات التي دخلت إلى الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى عيسى عليهما السلام فأول الكتب هو القرآن ثم صحف إبراهيم قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فالله سبحانه وتعالى أنزل على سيدنا إبراهيم الصحف وهي كتاب من الله سبحانه وتعالى كذلك توراة موسى قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فالتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبي الله موسى الذي بعثه الله إلى بني إسرائيل كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الزبور قال تعالى وآتينا داود زبورا وأنزل الله سبحانه وتعالى الإنجيل قال تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور هذه الكتب وهذه الصحف ذكرت تحديدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وهناك كتب كثيرة وهناك صحف لم يذكرها القرآن ولم يذكر لنا أسماءها ولكن بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أنزل كتبا وأنزل صحفا على الأنبياء وأنه يجب الإيمان بها ولا يجوز الكفر بهذه الكتب وبيّن أن ذلك من أصول الإيمان فكما أننا نؤمن بأن الله أنزل القرآن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل التوراة هو الذي أنزل الإنجيل وهو الذي أنزل الزبور وهو الذي أنزل الصحف لكن القرآن كلمنا وبيّن لنا أن هذه الكتب دخلها التحريف وأنهم كانوا يحرفون أي أهل الكتاب الكتاب عن مواضعه فقال سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هذا ما وقع في اليهودية وما وقع في النصرانية يكتبون الكتاب ثم ينسبونه لله سبحانه وتعالى وينسبونه إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى فإذا هناك من حرف كتاب الله سبحانه وتعالى ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وقال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه لذلك جاء القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه لأنه محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد فلم يبقى كتاب على وجه الأرض حفظ إلا هذا الكتاب وهو كتاب الله سبحانه وتعالى الكتب السابقة أنزلها الله ونحن كمؤمنين كموحدين كمسلمين نؤمن بأن الله أنزل هذه الكتب لكن لا نؤمن بما فيها من أفكار لا نؤمن بتحريفاتهم لا نؤمن بهذه الاعتقادات الباطلة التي فيها كتب الله سبحانه وتعالى تتفق بالأصول بأصول الإيمان كتب الله سبحانه وتعالى جاءت من مصدر واحد المصدر هو الله سبحانه وتعالى هو الذي بحث الأنبياء هو الذي أعطاهم الكتب تتوحد كذلك هذه الكتب بالغاية وهي هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى تتوحد هذه الكتب في العقائد الأساسية الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها كلام عن الله وكلام عن صفات الله وكلام عن أنبياء الله وكلام عن اليوم الآخر فهناك اتفاق في الحقيقة بين هذه الكتب جميعا ولكن حرفت هذه الكتب وزيد فيها بل إن هناك كثير من آثار لم تبقى موجودة أصلا ما هو موجود اليوم ليس هو التوراة التي أنزلت على موسى ما هو موجود ليست هي الإنجيل التي أنزلت على سيدنا عيسى عليه السلام وإنما هذه كتب كتبها البشر يدعون أنها كتبت بإلهام أو أنها أنزلت على أنبياء الله سنتكلم أن هذه الكتب كيف غيرت وكيف بدلت إذن هذه الكتب في أصلها تتفق ولكن دخلها التحريف الخلاف بين هذه الكتب كان في التشريعات الله سبحانه وتعالى يقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لكل نبي لكل رسالة لكل كتاب كانت هناك أحكام وكانت هناك تشريعات خاصة بهم هذه قد تتغير من زمن إلى زمن ومن نبي إلى نبي أما الكتب أصول هذه الكتب العقائد الأساسية الغاية فهي أساس واحدة من الله سبحانه وتعالى وفيها دعوة إلى الإيمان بالله وبصفات الله سبحانه وتعالى لذلك قال القرآن إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون فإذن فيها هدى وفيها نور وتكلمنا القرآن عن الإنجيل وأنها كذلك فيها هدى ونور وكلمنا عن القرآن وعن كتاب الله سبحانه وتعالى التوراة الموجودة اليوم لا صلة لها بما أنزل على موسى عليه السلام اليهود اليوم يعتقدون بأن هذه التوراة هي توراة موسى ولكن هم يقولون بأن هذه التوراة ضاعت في الأصل لم يبقى لها أثر ثم كتبت بعد ذلك كتبها لهم عزرة عند اليهود اليوم كتابان مقدسة الكتاب الأول التوراة والكتاب الثاني هو التلموت وهو أخطر كتاب موجود عند اليهود الكتاب الأول وهو التوراة يشتمل على الأسفار وعلى كتب الرسل فيه سفر التكوين فيه سفر الخروج فيه سفر اللاويين سفر العدد سفر التثنية هذه أهم الكتب وغالبا يطلقون التوراة على هذه الأسفار الخمسة كل عاقل يقرأ هذه الكتب فيجد أنه لا علاقة لها بوحي الله سبحانه وتعالى وليس فيها نوع الوحي وليس فيها العقائد الصحيحة التي أنزلها الله على موسى موسى من أنبياء الله سبحانه وتعالى والسبب في ذلك ما حصل للتوراة من ضياء ومن نسخ ومن تحريف التوراة سيدنا موسى كان يعلم أن بني إسرائيل ليس أهلاً للمحافظة على هذا الكتاب وهو التوراة لذلك كان يضعه في الهيكل وكان يحفظه هناك عند الهارونيين وضع في الهيكل لأنه يعلم أنهم يحرفون لأنه يعلم أنهم قد يغيرون في كتاب الله لأنه لا يثق بهم وجاء ذلك تصريحاً عن سيدنا موسى عليه السلام بيت المقدس الذي حفظ فيه هذا الكتاب دمر لأكثر من مرة دمر على يد نبوخذ نصر خمسمية واثنين وثمانين قبل الميلاد لم يبقى أثر لهذا الكتاب قبل ذلك كان الكتاب موجوداً وكان محفوظاً في المعبد في الهيكل دمر بيت المقدس ودمر ما فيه فلم يبقى أثر للتوراة ثم بعد ذلك أيام السبيل البابلي طلبوا من عزرى أن يكتب لهم كتاباً فبدأ يجمع الروايات ويكتب لذلك جاء هذا الكتاب بعيداً عن الوحي ليس فيه نور الهداية ليس فيه كلام عن صفات الله سبحانه وتعالى كما أنزلت على موسى فيه تشويه للنبوة فيه تشويه لشرع الله سبحانه وتعالى فيه كلام بالسوء على الأنبياء كل ذلك بسبب التحريفات التي دخلت إليه اليوم الموجود من التوراة نسخ متعددة كل نسخة تخالف الأخرى وكل نسخة لها عدد يختلف عن النسخة الأخرى عندهم ثلاث نسخ اليوم يسمونها النسخة العبرية فيها تسعة وثلاثين سفراً عندهم اليونانية ستة وأربعين سفراً السامرية سبعة أسفر فجوة كبيرة هم يقولون هذه هي التوراة وهم يختلفون حول التوراة هل هي تسعة وثلاثين؟ هل هي ستة وأربعين؟ هل هي سبعة أسفر؟ إذن خلاف كبير في عدد الأسفر التي أنزلت على موسى عليه السلام بالإضافة للاختلافات الشديدة بالنصوص الموجودة فيها بالكلام بالحساب بالفلك بالعلم بالجغرافيا خلافات شديدة كل ما فيها يخالف العلوم وتكلم العلماء بل إن العلماء اليهود والعلماء المسيحيين هم من تنبهوا لذلك وبينوا هذه الاختلافات وبينوا التناقضات الموجودة في هذه الكتب هذه الكتب تشتمل على عقائد باطلة لا تمت إلى الإنبياء بصلة يتكلمون عن الله بما لا يليق به يتكلمون عن الله كلامهم عن المخلوقات ينزل إلى الأرض ويخاسم ويقاتل وينام ويستيقظ ويغضب يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى بأنه يتعب كلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى وأخطر ما في ذلك هو الكلام عن رسل الله سبحانه وتعالى عن الذين اختاعهم الله اصطفاهم وهم الأنبياء أساء للأنبياء لا توجد معصية أو ذنب أو كبيرة إلا نسبوها للأنبياء إلى أنبيائهم إلى أنبياء بني إسرائيل سرقة كذب غش خداع زنا فواحش كل ذلك نسبوه لأنبياء الله سبحانه وتعالى فإذن هي بعيدة عن الوحي لم يوجد أو لم يكن هناك فيها اليوم أثر لوحي الله سبحانه وتعالى فيها اجتمال على سب الأنبياء والطعن فيهم فيها أن الأنبياء عبدوا العجل أن هارون عبد العجل عليه السلام فينسبون للأنبياء ما لا يليق بهم وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى صفات بشرية لا تليق بالله سبحانه وتعالى والأخطر في كتب اليهود هو التلمود التلمود هو سبب كل عصبية موجودة عندهم نحن نجد العصبية موجودة في التوراة الذي بين أيديهم ولكن الأخطر من ذلك هو التلمود يقولون هذا التلمود هو الشريعة الشفهية هناك شريعة مكتوبة هي التوراة وهناك شريعة شفهية أي أن موسى يزعمون هو الذي لقنها للأحبار ثم بعد ذلك نقلوها جيلا عن جيل فيتناقلونها شفاء فيها أخطر العقائد ما ترونه اليوم من عصبية شديدة ما ترونه من أفكار يهودية تجد أصل هذه الأفكار موجودا في كتابهم التلمود لم يطبعوا في البداية ثم طبعا بعد ذلك لأنه يشتمل على أخطر الأفكار الموجودة عند اليهود هذا بالنسبة للكتاب التوراة أما بالنسبة للإنجيل الإنجيل هو القسم الثاني من الكتاب المقدس الكتاب المقدس اليوم النصارى يعتقدون بالتوراة وبالإنجيل الإنجيل يسمونه العهد الجديد أما التوراة فهو العهد القديم أيام موسى والأنبياء والرسل جمع في كتاب واحد هو الكتاب المقدس الإنجيل يشتمل على الأناجيل وعلى رسائل الرسل عندهم الرسائل المقدسة في العهد الجديد سبعة وعشرون سفراً هذه أهم الرسائل الموجودة عندهم وكلها كتبت بعد رفع المسيح عليه السلام وأهم هذه الأناجيل هي الأناجيل الأربعة المعروفة هي لوقة ومتى ومرقص ويوحنة هذه الأناجيل هي أهم الأناجيل وعندما تطلق الأناجيل يقصدون بها هذه الأناجيل الأربعة هذه الأناجيل لا يوجد إنجيل يوافق الإنجيل الآخر لو نظرنا إليها هم يقولون كتبت بعد المسيح بإلهان هم لا يزعمون ويقولون هذه إنجيل المسيح عليه السلام يقول لك هذه كتبت عن الإنجيل ففيها سيرة للمسيح عليه السلام وكلام عن معجزاته ولكن نجد أن هذه الكتب كل إنجيل يخالف الآخر هل يمكن للأناجيل أن تختلف لو كانت عن المسيح عليه السلام عن الله هل يمكن العقاد أن تكون متصادمة مختلفة هل يمكن أن نجد التناقضات الشديدة بينها لو كانت من عند الله سبحانه وتعالى كل إنجيل من هذه الأناجيل خلاف حول من الذي كتبه ما هو التاريخ الذي كتب به من هو صاحب الإنجيل ما هي اللغة الحقيقية التي كتب فيها ما في إنجيل من الأناجيل متفق عليه إذا تكلموا عن التاريخ في كذا أو كذا أو كذا أو كذا إذن ليست هناك ثقة فالكتاب لم ينقل نقلا صحيحا عن هؤلاء وليست هناك ثقة بمضمون هذا الكتاب ولا يعرف من هو الكاتب لذلك امتلأت الأناجيل بالمناقضات بالمتناقضات بالاختلافات هذه الأناجيل تشتمل على اختلافات شديدة بل تشتمل على العقائد الباطلة المسيح عليه السلام جاء بتوحيد الله المسيح هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى هو رسول اختره الله سبحانه وتعالى جاء بالوحدانية نجد اليوم الأناجيل تتكلم عن تأليه المسيح تتكلم على أنه ثالث ثلاثة تتكلم على أنه ابن لله سبحانه وتعالى تتكلم على أنه صلب تتكلم على أنه جاء فداء للناس هذه عقائد باطلة فاسدة دخلت إلى هذه الكتب لا يمكن أن تكون هذه من الإنجيل الذي أنزل على المسيح عليه السلام وإنما هي أفكار دخلت المجامع المسكونية هي التي أدخلت هذه العقائد بولس والذي أدخل هذه العقائد في العقيدة المسيحية الأصلية التي كان عليها المسيح عليه السلام فاليوم لا يوجد كتاب محفوظ إلا كتاب الله سبحانه وتعالى لذلك هو كلمة الله الأخيرة جاء الكتاب مبيناً وموضحاً للكتب السابقة ومهيمناً عليها قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ونسأله سبحانه وتعالى إيماناً صادقاً واضحاً ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه سميع قريب مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين لو لك كنت أباءاً يا رب أو فاسقاً أو شقياً والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب